في محافظة حماوة تحديداً في الريف الشرقي الشمالي أعادت وحدة من الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى قرية الشعيتة بعد القضاء على العناصر الإرهابية التي كانت تتواجد فيها ومصادرة ما بحوزتها من أسلحة وذخيرة عذراً سنبولة القمح وصبراً أيتها الأرض الطاهرة فمحصول القمح هذا العام قدم قرباناً على مذبح الخلاص من إرهابيين مرتزقة أرادوا من بيوت وأراضي قرية الشعيتة مقراً لهم ونسوا أن للبيوت سكانها وللأرض رجالها وحراسها وهم رجال الجيش العربي السوري يد الغدر والإجرام أرادها إرهابيوها أن تمتد إلى هنا إلى الريف الشرقي الشمالي من حما فامتدت لتقطع هنا على هذه الأرض تقطع هذه اليد بالكامل في قرية الشعيتة التي حاول الإرهاب أن يترك بصماته فيها إلا أن رجال الله قالوا كلمتهم ولم يبق من الإرهابيين سوى شاهد هنا وآخر هناك يدلل على وجودهم وهنا كهوف ومغاور تخذها الإرهابيون مقراً لهم ملأوها بكل ما يلزم من المواد الغذائية والطبية مواد تركية وأمريكية الصنع ظنوا أن إقامتهم ستطول قبل أن يقيموا في مذابل التاريخ وهذه مخلفاتهم صواريخ وذخيرة وسيارات تركوها وولوا هاربين إلى غير رجعة تحت ضربات الجيش العربي السوري التي أنهت حلم الإرهابيين المرتزقة بالعبث بهذه القرية والسيطرة على خيراتها ونتاج أرضها ترجمة نانسي قنقر